الناس اللي بتفشي الأسرار الناس اللي بتتكلم في أعراض الناس الناس اللي مش عارف تشوف أنا عملت الحلقة دي كلها أخلاق وتحفيز عشان بس الناس تعرف فضل حفظ الأسرار وفضل إنه يتبقى آمين على الكلمة لكن تطلع سر سحبتك وتطلع وتصور ناس وتعمل ناس وتطلع الكلام ده وتهتك ستر أو تخوض في عرض مش من المروق آبني مش من الرجول آبني والناس اللي زي ديت أنا بنصح البنات وخصوصها البنات عشان الموضوع جاي لنا المشكلة جاية من البنت النهاردة أنا بنصح البنات من فضلك يا بنتي اختاري بقى صح وما تبقيش كتاب مفتوح المشكلة إن البنات يعني عطفيين البنت تقول لها كلمة فيالله خلاص ويعني إيه يا فرحت أدى دعيات تدي صاحبتي ده سملهاش غيري أصلا بتقول لي وهي عملة تاخب والشين تاخد قدامك وتروح معرفش تعمل إيه تاخد من قدامك وتروح تنحية التاني نحافظ على الكلام ده ويبقى فيه نراجأ أنا نفسي المجتمع يرجع تاني بروح الشريعة بروح الإسلام مجتمع نظيف كل واحد يحفظ على التاني مش كل واحد عمال يهتك في سترة أنا عمال أشوف الوطش اللي بتطلع لي الوطش الفيديوهات اللي بتطلع في الوطش على الفيس دي إيه ده؟ إيه الجرائم دي؟ إيه كمية القضايا وده وده يتكلم على ده وده فضح ده وده مش عارف أصور مين وده أهدد مين وده بتز... ليه 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 فيه ليه بتعمله كده؟ ده مش من الدين الدين حذر والإسلام حذر من إفشاء الأسرار قلعوا تكونوا من الخائن إن الله لا يحب إن الله لا يحب الخائنين لما نقول إن الله لا يحب ده تتخد تترعب أما تبقى فيك صفة ربنا بيحبهاش يا نهرب ترجع تطلب من ربنا إنتوا تخيلوا إن إنت رايح تتكلم حد وتبقى محتاج حد وإنت عارف إن الحد ده كرهك ما بيحبكش إن الله لا يحب طب ليه كده؟ وليه نقع تحت الطائلة دي؟ يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يا جماعة إن إحنا بجد بجد نبقى من الذين يستمعون القولة فاتبعونا أحسنا وادعو الله سبحانه وتعالى إن الحلقة دي يتصل لأقلوبكم لقلب كل بنت وكل شاب يتعلم منها الحاجات اللي إحنا قلناها ويرزقنا وإياكم حفظ الأسرار يرزقنا وإياكم الأمانة يرزقنا وإياكم الشهادة على الأمانة اللهم أمين وإن إحنا لا ننطق إلا بالحق أقول لك حاكتين اتنين ما تخافش منهم وما تخافش لو أنت فيهم أول حاجة تعلم إن الأرزاق بيها لله ورقم اتنين إنك تعلم إن محدش هيئذيك ولا تصيبك لخير ولا شر إلا بربنا سبحانه وتعالى شكرا